موسيقى طابت أوقاتكم بكل خير مشاهدينا أهلا بكم معنا في حلقة جديدة من سهرة ملاعبنا نفتح فيها ملفات الرياضة الإماراتية من خلال باقة الأخبار التي تتصدرها نتائج دورة الألعاب للأندية العربية للسيدات في يومها الثالث وتشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة قبل أن نختتم الحلقة بالعمل المشترك على التطوير والبناء بين اتحاد كرة القدم والاتحاد الآسيوي ولدينا أيضا فقرات إخبارية منوعة قبل البداية دائما أرحب بضيوفي إلى عزاء أبدأ بالأستاذ أحمد الحوري حياة الله أبو حمدان مرحبا أستاذ مرون السيد أحمد خليف حمد حياة الله خليفة نهلا وسهلا فاصلة حبائي الكرام تواصلت اليوم منافسات دورة الألعاب للأندية العربية للسيدات من خلال رياضات الرماية والقوس والسهم وتنس الطاولة والمبارزة ومباريات كرة الطائرة والسنة تواصلت منافسات اليوم الثالث من دورة الألعاب العربية لأندية السيدات 2018 ففي مسابقة الرماية تألقت فتيات البحرين ضمن فئات الفردي والفرقي فتوجن بذهبية عشر متر مسدس هوائي فيما حصلنا فتيات الإمارات على الفضة وفي منافسات كرة السلة فازت فتيات سبورتينغ المصري على فتيات فحيص الأردني بثلاثة وسبعين نقطة مقابل خمسة وخمسين فيما فاز فريق الشارقة على فريق مقديشو في المباراة الثانية أما في ميدان المبارزة يوم أمس فقد تمكن فتيات الشارقة الرياضي من الفوز بالذهب في فرق الفلوري وأهدين اللقب الاسم الشيخ جواهر بنت محمد القاسمي وفاز سبورتينغ المصري بذهبية الآي بي في افتتاحية منافسات كرة الطائرة يوم أمس أيضا خطف الوصل ثلاثة نقاط ثمينة ليعرق الأتقدم سيدات المحرق البحريني بينما الشارقة الرياضي حصد العلامة الكاملة على حساب صحار العماني طيب نبدأ طبعا ما أخذ حيز كبير في الإعلام هذه الأيام دورة الأندية العربية للسيدات وحمدان كيف شفت البداية بعض السنف أنها قوية بسم الله الرحمن الرحيم أكيد بو مروان نحن نتحدث عن دورة ألعاب مصغرة إذا صحت التسمية التي نطلقها على هذه الدورة ألعاب كثيرة فيها أنشطة عديدة فيها منافسة جميلة من مختلف دول العربية نتكلم عن 16 دولة عربية كل هذا يستحق من أن نصلط الضوء عليه كإعلام وأنك مؤسسة الشارقة للإعلام والشارقة الرياضية تحديدا ما قصرته في النقل ووضع المشاهد العربي في قلب الحدث شيء جميل يعني أن نشوف هذا التنافس النسوي في مختلف الألعاب في الألعاب الجماعية والألعاب الفردية فلذلك يعني اللي يشاهد من اهتمام إعلامي يليق بهذا التجمع جميل بخليفة تلاحظ أن طبعا رياضة في المغرب العربي متقدمة في هذا المجال على المشرق العربي لكن الآن بدأت تلاحظ أن الفوارق تتقل صحيح شوف أنت اليوم ما في شك أن الدول الشمال الأفريقية بالنسبة للرياضة النسائية يوجد متطورة أكثر عن الدول الأسيوية الدول العربية في الجانب الأسيوي بحكم الاحتكاكهم بأوروبا وبحكم باختلاف بعض العادات الاجتماعية الداخل المجتمع المجتمعات هنا شوية أكثر تحفظ عن المجتمعات هناك فيما يخص ممارسة المرأة للرياضة لكن نحن نلاحظ مع استمرار المنافسات واستمرار مشاركة المرأة على الأقل في دولة الإمارات في المحافل مثل هذه في البطولات وفي الدورات بدأنا نحس أن هناك تقدم وتطور في مستوى الرياضة النسائية يعني لما اليوم لما في التغيير قبل شوية أن نادي الشارقة يفوز بطولة السلاح الشيش المبارزة أعتقد هذه قفزة نوعية وقفزة كبيرة ومفاجأة مفاجأة طبعا على حساب أندية وعلى حساب لاعبات متمرسات وأكثر خبرة أعتقد هذا شيء جميل وهذا الدليل على أن نحن نمشي بالرياضة النسائية في مجال يضعها في منافسات تقدر الفتاة أن تبرز نفسها فيها وتقدر أن تحقق نتائج وبالتالي اليوم مثلما تتفضلت يعني أننا ما بنقول نحن تساوينا مع دول الشمال الأفريقي لكن هناك خطوات جيدة لكن هناك خطوات للحاق للحاق على الأقل بهم واللحاق على الأقل بالمستوى قدر الإمكان بالمستوى دعنا نقول لنا المنطقة فيها نحن لا نستطيع أن نتحدث اليوم عن المستوى الأسيوي أو نتحدث عن المستوى العالمي أو المستوى الأفريقي في هذا المجال لكن نعلق المنطقة التي نحن عايشين فيها الدول التي حوالينا على المنطقة أن نحن نأخذ سبق الرياضة فيها وأن نكون لنا وجود ونكون على مبارزة في الرياضة النسائية وبالتالي اليوم هذه المنافسات مثل ما قال بوحمدان هذه دورة الألمبياد مصغرة بمشاركة 16 دولة لما تتكلم عن 16 دولة هناك العديد من الأبطال في هذه الدول في كل الألعاب وكل الدول أو كل الأندية التي حضرت بهدف المنافسة لا أعتقد أن هناك نادي حضر بس مجرد أن يشارك وسياحة لا أن الكل عندها من الأدوات لا يمكنها من هذا الشيء جميل وما نحط رياضة الإمارات في هذا المكان أعتقد أن يشكرون كل القائمين على هذا الشيء لأنهم أوجدوا مساحة لرياضة النسائية في الإمارات مساحة على المستوى العربي حاليا طيب هل ممكن هذه تكون منصة لإنطلاق بطلات أولمبيات ممكن على صعيد الفردي على الأقل لماذا أنت لما تتكلم عن سلاح الشيش سلاح الشيش من الألعاب اللي لسه داخل على رياضة الإمارات ومع هذا أنت تتحدث عن أن نادي الشارقة الفتيات يحقق أو أن الشارق الرياضي يحقق أنت صارت رائعة ونتائج إيجابية هذا يعطيك انطباع أنه إذا اهتمنا بالألعاب يعني أنت تتكلم عن لعبة جديدة على السحر فما بالك إذا كانت تعطي الاهتمام لألعاب صارت لها سنوات أعتقد أن مثل هذه المشاركات مثل هذه الاحتكاك نحن نأخذها خطوة خطوة البداية الاحتكاك الخبرات الالتقاع كسر حاجز الخوف لدى الفتيات الإماراتيات من بعد ذلك تقدر أنك تضع لهم برنامج للمستقبل أعتقد أن كل شيء قادر تحقيقها من خلال أنك أنت تتحدث عن دولة الإمارات العربية المتحدة تتحدث عن دولة حققت أو قطعات مشوار كبير في مختلف القطاعات ونتحدث عن دولة قدرت أنها توصل للمريق فما بالك أو تخطط للفضاء وتخطط وترسل أقمار اصطناعية إلى الفضاء فهل هذه الدولة عاجزة عن خلق بطل أو بطلة أولمبية أعتقد أن هذا أسهل من الوصول للفضاء بشريطة أن تجد العقلية الإدارية الفاهمة القادرة على اختيار البنيان الصحيح لهذا البطل أو البطلة واختيار اللعبة الفردية القادرة على تحقيق آمالنا وطموحاتنا ونبعد ذلك نحط لها برنامج طويلة لطويلة المدى للأساس الإدارة طبعاً بلا شك بلا شك في كل شيء لما تتكلم عن الفضاء هل تحقق هذا بدون بنيان أو أساس إداري صحيح؟ أساس تعليمي صحيح؟ عمل وقت طويل عمل سنوات لكن في البداية أنت حطيت اللبنة الصحيحة للوصول إلى مبتغاك نحن مع الأسف قادرين أننا يعني نحن لا نتكلم عن ألعاب أبو مروان عن ألعاب صعبة المنال نحن نتكلم عن الألعاب الموجودة عندنا موجودة ولها تاريخ لها امتداد في دولة الإمارات العربية ولها ممارسين وممارسين ومع هذا مش قادرين نحقق أي إنجازات فهذا ما لها مبرر ولا تفسير إلا أننا لدينا ضعف إداري أجز إداري طيب الفرق بصفة عامة أبو خليفة على صعيد الفرق نحن عالميا وأولمبيا ما قادرين ننفس عالميا وأولمبيا واضح نقلال نتائج سنوات كلها على صعيد الوطن العربي فالرياضة الفردية سهلة بالإمكان العمل عليها العيز كفرق أنا لا أعرف شو السبب إذا كان كلام أبو حمدان هو التوصيف يعني الحقيقي لحالة هذا العجز اللي هو لما في منظومة عمل إداري قادر أنها تضع الخطة وتذهب بخطتها إلى الأمام وتبحث عن كل عناصر النجاح وفق رؤى علمية عالمية الناس تشتغل عليها كلها تقصد في رياضة النسائية رضا لصفة عامة صفة عامة لأن الآن رياضة النساء لا أريد أن نظلمها أنها فرقيا عالميا غائبة أصلا طبيعي لأنه فرقيا أصلا كرجال غائبين صحيح لكن نتكلم الآن نحن على صعيد الفرق عاجزين لماذا لا ننجح على صعيد الفردي لأننا نحن عاجزين على التخطيط نعم نحن للأسف في التنظير شاطرين لكن في التخطيط لا يعني تقول أننا ظاهرة صوتية لا 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 ظاهرة صوتية اليوم أنت تشوف اليوم اليوم في كل الألعاب خاصة نتكلم عن الألعاب الألومبية أو الألعاب الأسيوية دورات الكبيرة هناك لعبتين يحتلون الجزء الأكبر يهم السباحة وألعاب القوى عالميا عالميا اليوم أنت تشوف الميداليات معروف وتشوف في الألعاب القوى عدد المسابقات وتشوفها وتشوف الدول الدول لا تركز اليوم على كرة القدم في الألومبياد وعلى الفرق وعلى كرة السلة وعلى كرة الطائرة أو دعنا نقول الألعاب التي فيها فرق تركز على الألعاب الفردية اليوم سباح واحد يمكن يحصد خمس ميداليات وهل يصير صحيح عداء واحد يمكن يحصد أربع أو خمس ميداليات كذلك صحيح وهذا الشيء فبالتالي نحن اليوم إذا نحن نبغي نوصل للمنصات ونوصل للتتويج لا بدنا نخطط ونبدأ التخطيط من هاتين اللعبتين من ألعاب القوى ومن السباحة بحيث أننا أول حاجة أننا نكتشف المواهب بالتخطيط نجب نكتشف ونجب ننزل إلى أماكن أو تواجد المواهب نبحث عن المواهبة في المدارس حلو في المدارس نبحث عن مواهبة ومن تالي بالعين الخبيرة التي تستطيع انتقاء المواهبة الصحيحة نضع لها الخطة المناسبة للتدريب للتحسين للتطوير للوصول إلى خلنا نقول في كل مرحلة عمرية لا بد أن يكون هناك هدف صحيح اليوم الهدف دعنا نقول في مرحلة الثانية عشر سنة غير عن المهدف في مرحلة الثانية عشر أو الثمنتعش غير عن هدف يوم اللاعب يوصل إلى عشرين سنة هناك أهداف هناك أهداف مرحلية أننا نشتغل عليها ولا بد أننا نشتغل نشوف نحن صح نعاني من ندرة سكانية منقلت على أدد السكان ومنقلت لكن هناك كثير من المواهب موجودة دعنا نقول لكن لا منع هذا دول الثانية أنها تحكم جزء ومنقلت على سكانها لا لا منع لأنهم يعرفون أن ينتقون يعرفون أن يخططون بعد الانتقاء ويطبقون اليوم نحن كل مرة نسمع عن تخطيط شكل وكل مرة في مستوى كل الألعاب ولما نحقق نتيجة نتكلم نحن كنا مخططين وكنا نشتغل باستراتيجيات طيب هالتخطيط والاستراتيجيات نحن لم نرى قبل فجأة ظهرت الكلمة هاي أو الكلمات هاي أو المصطلحات هاي بعد تحقق الإنجازات بعدها وكأن يعني أننا فعلا استثمرنا هذا الإنجاز للتأكيد أننا كان عنها استراتيجية لكن هل هاي الخطط والاستراتيجيات طرحت قبل والناس عرفتها وعرفت أن أي اتحاد اليوم كيف يشتغل يعني يمكننا في محور بنتكلم عن الهيئة هذا بنتكلم عن النقطة هاي فبالتالي اليوم يعني عنا مواهب برزة في كل الألعاب يعني لكن هناك كذلك الكثير من المواهب التي لم تحصل الاهتمام والرعاية ووئدت في بدايتها وانتهت اليوم هناك بعض الألعاب دعنا نقول هذا شيء أنا أعرفه اليوم في بعض الرياضات القتالية مثل تاي بوكسنج أو الكيك بوكسنج هناك أبطال في الإمارات موجودين فيها لكن لا يوجد لها اهتمام وبعضها لا توجد لاتحادات أو حتى جمعيات تنظم النشاط هذا وبس هناك في لاعبين مواطنين شباب يمرسون هاي ويتدربون على حسابهم ويلعبون ويشتركون بعض الأحيان في منافسات خارج الدولة حققون إنجازات ولكن الإعلام والمجتمع والمجتمع كله غير مدرك هذا النتائج بالتالي اليوم لابد للمستقبل أننا لما نحقق نتائج نحقق اليوم ما نتكلم عن خمس سنوات نتكلم عن تغطية طويل المدى نحن ما نتكلم نتكلم عن خمس سنوات دورة لالعاب القادمة دورة لالعاب القادمة الناس تتكلم عن بعد دورتين أو بعد ثلاث دورات صحيح تخطط لهذا جيل نعم تخطط لهذا الجيل اليوم تكوين اللاعب التكوين الصحيح يبدأ من من مراحل عمرية متقدمة يعني من من ست سنوات والسبع سنوات والثمان سنوات لأن تكوين اللاعب اليوم من ناحية غذائية من ناحية صحية من ناحية تدريب من ناحية فنية وكذا هذا كله هناك هناك يعني أساليب علمية مدروسة تمشي عليها الدول واليوم لما ننشوف دولة مثل روسيا وكيف تنتج اللاعبين ودولة مثل أمريكا وكيف تنتج اللاعبين ودولة مثل جامايكا تقارعهم نعم نعم وتقهرهم وتفوق عليهم تقهرهم وتتفوق عليهم فمفارق الإمكانيات فمفارق الإمكانيات فمفارق الإمكانيات بس هناك عندهم خلنا نقول طريقة معينة لإعداد الأبطال اكتشاف الأبطال يعني احتضانهم ورعايتهم خلني أخذ هذا الجزء من الفكرة ونختم فيه هذا الله ونتقل أبو حمدان في هذا الفكرة الجزئية العالم المتقدم متفوقين ربما من أهم الأسباب اللي وضعهم في خانة التقدم وتطور واكتساح هذه المساحة الهائلة على صعيد الرياضي يعتبرونه جزء من حضارتهم جزء من قوتهم أن الحكومة ما لها علاقة كبيرة بهذا القطاع الرياضي ما لها علاقة فيها ما لها علاقة فيها شركات مؤسسات ثراء رياضيين وتبحث عن رياضيين وجزء من عملها في إنتاجها للأبطال والاستثمار من خلال هؤلاء الأبطال هي شركات وليست حكومات شوف أبو مروان الجزئيلة تطرحها صحيحة لكن أنت في البداية الشركة تبحث عن بطل الشركة لأنها تجارية أصلا فلما تحط برانت أو ماركتا على بطل فهو بطل يروج لهذه الشركة لا أنا أقصد الأندية الخاصة أبو حمدان هي أندية خاصة تتنافس بينها وتنتجها للأبطال وتحصل على رعاية معنا شوف هذا يمكن هذه طبيعة الدول الأخرى نحن نتكلم عن بلدنا عن الإمارات نتكلم عن واقع أكبر دليل أنا أقول لك أن القصور قصور إداري يمكن كلنا أبو خليفة وإنت كبرنامج والشارق الرياضية ودبي الرياضية وابوظبي الرياضية خلال أثناء وبعد أولمبياد ريو شو تكلمنا تكلمنا كثير وفتحنا صفحات وتحقيقات وأنتو في الشارق الرياضية ودبي الرياضية وبوظبي الرياضية الإخفاق والإخفاق والإخفاق فهذا متى 2016 والأولمبياد القادم توكيو 2020 وقع سنتين من خلال السنتين شو اللي عملنا عشان نبين أن إحنا تأثرنا بالإخفاق ونبغي نصحح تقصد الاتحادات الاتحادات والهيئة واللجنة ونبغي نصح ونبغي نصح من هو يمس رياضة ويتواصل مع الرياضة ويتماس مع الرياضة حصل شيء؟ هل إحنا الآن حسيت أنت خلال من صيف 2016 ونحن في شهر فبراير وندخل على صيف 2018 يعني قرابة نقترب من السنتين هل حسيت أن هناك شيء محسوس ملموس أننا ندمنا على الإخفاق في ريو والآن نحضر لأولمبياد توكيو 2020 مموجود لا يوجد وحمدان وعدونا وعدونا قبل أولمبياد يحققون النتائج طبعا وحصل الأخفاق وتكلمنا عن الأخفاق ولا مو أنك أعلام سنيت السكاكين وسنيت السكاكين وكذا وكذا طيب نحن ما بنسن السكاكين وين الشغل الإداري وين الدليل على أن نحنا تأثرنا بالكلام وتأثرنا بالأخفاق وصححنا المساء ما في شيء من صيف 2016 إلى الآن يعني دعنا نقول ونقول محمدان ونحسن 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 وإذا الله أعطاننا عمر ودخلنا ونبيض عشرين سنعود لنفس الدائرة نفس الاصطوانة ولا شيء نقول اسحبوا من الناس هذه الورقة ورقة النقد إذا أنتم ترون أن الإعلام يضع نفسه في خانة الناقد دائما اسحبوا مننا يا أخي بنجاح يعمل نجاح بمروان حتى تجبر على أن يمتد بمروان هذا ليس نقد هذا تقييم ربو عليك المشكلة التقييم نعم نعم تحمل مسؤولة كلامه بعد ما يرجع يرجع بإخفاق ليس إخفاق إخفاق فضيع أه يعني بداية أي تصحيح اليوم تقييم لما يتكلمون الأخوان في الصحافة يناقش هذا الأخفاء يقيمون لماذا تعتبر النقد لماذا تعتبر النقد ما يفرض يعتبر مثلا لا اليوم أنت حددت هدف وذهبت تعمل وعملت عليه سنوات وقبل الدورة بفترة بسيطة وعدت الناس وخليت الناس مستعدة صار الفشل صار الفشل ما يفرض يحدث تعال على أي أساس صار هذا وين عملك نقيم عملك ووعودك هلوى ووعود واقعية ووعود ووعود لشغال الناس ولهاء الناس ومن بعد ما هي خطوات التصحيحة لكي لا يتكرر هذا الشي وإذا لا يوجد خطوات تصحيحية وإذا أنت عاجز وليس تعطي فرصة لغيرك والخطوات التصحيحية هذه بداية التخطيط اليوم التخطيط يجب أن يسبق التقييم ومن بعدين أنت تحطط وتصاحح المسار هناك إذا كان فيه انحراف في المسار إذا كان يا أخي أنت حطيت لي هدف غير واقعي لماذا تضع لي هدف غير واقعي وخاصة في لعبات رقمية معروفة أنت وين وغيرك وين ولما تتكلم أنك تحقق فيها في أولمبياد كل أبطال العالم فيه تحقق فيها ميدالية أنت وين هم وين وتعرف ظروفك وتعرف ظروفهم وانت رايح يمكن أن تأهلت ما تأهلت برقامك تأهلت أو دعوة مشاركة ورحت بويلد كارد أو رحت ب يعني خلنا نقول تكملات عدد أو مجرد مشاركة مشاركة وتقول أنك أنت تحقق فيها تحقق وهذا الشيء وهذا اليوم صاير ومع المؤسف أبو خليفة أبو مروان أن حتى الميدالية التي حققت عن طريق اتحاد الجودو طلع مع الأسف التي شكك فيها يشكك يا أخي طيب نحن نتكلم عن لعبة الجودو التي ليس موجودة في دولة الإمارات علقها للتحاد الجودو وفكر وياب وسجل اسم الإمارات في العالم الإمارات وعالم الإمارات أنت فكرت نفس التفكير قبل وما قدرت حتى حتى عندما حققت هذا الإنجاز طلع المشككين بالأسف طلع بعض المشككين يشككون ولا وما يعتبر إنجاز إماراتي لا يعتبر إنجاز إماراتي وسجل بالعلم باسم دولة الإمارات شاء من شاء وأبى من أبى في النهاية أنت لا لا ترحم ولا تبوي رحمة الله صحيح ربما هذه أيضا أبو حمدان ربما هذه تعبر عن النقد مبطن أن هل عجزتم هل عقمت يعني جينات الإماراتيين أن تنجب بطلا حتى حتى ربما فكرة لكن يعني ممكن تأخذ شكل آخر أبو مروان إحنا لما لما نتحدث عن كرة القدم ونقول جايبين منتخب فيه 23 لاعب فيه 17 لاعب مجنس هذا هي تقدر تنتقدني أنت إذا في كرة القدم التي هي يعني صار لها 60 و 70 سنة في الإمارات وما قادر شكل فريق هنا ممكن تنتقد هذا القرار وتنتقد خطوة التجنيس لكن أنت تتكلم عن لعبة جودو لعبة صعبة مش موجودة صار لها فترة قصيرة وهذه خطوة أولى عشان تحبب المواطنين وتهيئ لهم تعطيها سمعة تعطيها سمعة وتحقق الجذب للشباب المواطن في هذه اللعبة هنا لا المعادلة خاطئة لما تقول والله الإمارات لا عندها خامات أنت تتكلم عن لعبة جديدة أما لما تتكلم عن لعبة صار لها سنوات و 70 سنة وإدارة ودنيا وما تقدر تحقق إنجازات لا بهذا ولا بهذا سمشكلها أما الجهد لا نقول لك الجهد وحقق إنجاز أولمبي سجل باسم الإمارات باسم الإمارات بفكر أنا الآن بدايتي ما عندي القدرة على مجابهة أبطال العالم بدخل واحد مع واحد مواطني يكتسب خبرات وبعدين هذه عنصر جذب للمواطنين والآن هذه حققت قفزة في عدد الممارسيين في عدد المواطنين لنضموا نرجع نطلع بنتيجة نقول أن في الأساس نحن نفتقد لآليات التخطيط لاحقا الأدوات والخطط التنفيذية الميدانية هذه تأتي نتيجة نتيجة للتخطيط الجيد للفكر العالي للعمل من حيث الناس انتهت نبحث عن أفضل التجارب نحاول نعرف الناس كيف تشتغل كيف تنتج بطل كيف تسوي كيف نظام عملهم مع الأطفال مع الكبار مع الصغار أدوار المؤسسات المؤسسات المجتمعية مش المؤسسات الحكومية المدارس في الأساس نحتاج إلى رجل فاهم يدير مؤسسة بشكل جيد لاحقا تأتي النتائج بس شرط أن يكون فيه خلاص أيضا في العمل ويكون فيه منظومة عمل فرق عمل جيدة أيضا فاهمة ناضجة هذه المعادلة أتوقع ما أدري أبو مروان السؤال الكبير الذي يتكرر في كل أخفاق في كل مشاركة قبل و بعد ماذا نريد من الرياضة هذا سؤال مهم إذا وصلنا للإجابة هذا سؤال مهم نقدر نحط الخطط صحيح لكن إذا نحن إلى اليوم وين حائر الإجابة هذه الرياضة هل هي فقط لإلهاء الشباب لإيجاد متنفسهم أبو الرياضة لا متنافسية هذه الفكرة هذا يجب AD يتوحد عليها المشؤولين الرياضين ماذا نريد ماذا نريد من الرياضة نريد النافس سواء أندي سواء اتحادات سواء المشؤولين الكبار عنها سواء أقصد وأقصد فيها الهيئة أو اللجنة الأولوجية سوف يمر لأنّ في لدي تأسيس الحركة الرياضية ماذا نريد من الرياضة كان مقصود فيها أنها حركة رياضية ثقافية أهلية لتعجواء الشباب هذا كالزمان تغير اليوم نحن الهدف من تواجدنا نرفع العلم يعني المنافسة أصبحنا النافس نحن في بداية عهد الاتحاد و بداية تكوين الدولة كنا بعيد عن العالم كله في مختلف المجالات فكنا نذهب إلى المحافلة الدولية عشان الناس تعرف هذه الدولة الفتية الدولة للناشئة وجودها و كذا تواجدها اليوم الحمد لله رب العالمين اسم دولة الإمارات على مختلف لأن الألسن موجوده في كل المحافل دولة متقدمة ثقافية اجتماعية ثقافية صناعية الفكرة أن المنهج يجب أن تغير اليوم بس إحنا اليوم في الرياضة الرياضة لا تدار بعقول رياضية و هذا للأسف الموجود اليوم اليوم تدار بعقول يعني أنا ما بدون بدون إحراج لكن عقول الرياضة في جهة وهم في جهة اليوم مبكل من يعني فهم في قوانين لعبة أصبح إداري فيها يعني قد اليوم قد يكون اليوم كبار المسؤولين في الحركة الرياضية الدولية موجودين يعني في في اتحادات دولية ما مارسوا نفس اللعبة بس هناك عندهم عقلية ماذا ما يقول أبو حمدان عقلية إدارية أبو خليفة يمكن يردون علينا يقولك ما أسهل الحرب على المتفرج لا زين يعني إحنا ممكن يقولون لو أنتم فيها المعمعة كانوا أنتم في نفس وضعنا كنا في المعمعة ومارسناها وعشناها وهناك اليوم دول حولنا في نفس منطقتنا أمكانياتهم المادية أقل عدد سكانهم أقل إنجازاتهم أكثر ليش لنهم لنهم يعني خلنا نقول يشتغلون بطريقة أفضل عننا وهذا 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 مبعيب احنا نقوله وفي دول اليوم تصعد في كاس العالم لعن مثل المتخب السعودي الكرة تريات كم مرة صعد لكاس العالم على التوالي منتخب مملكة البحرين يوصل كاس العالم بس اللعبة متميئة مميزة عندهم على القدرة لأني جماهيرية أكثر من القدرة شو اللذي ميزة عندهم لم يميز ظا 캐�سط ناها كانت للعاب و في يوم والأيام المتمييز delays و كانت جماهيرية و كانت جماهيرية حتى إذا تتكلم عمم عمى الجماهيرية وصفت تحدثت كلامك في الخير عبد الحوس كلام كانت إبو خليفة حتىkadت طائرة أو اليد في جمهور جماهيرية لما تلعب على القار لما كانت تلعب تحت الشمس وتحت المطار ومش في الصلاة كانت لها جماهيرية واسأل لي كانوا يمارسون قصلك نحن تراجعنا تراجعنا في كل شيء بشكل كبير في كل شيء لماذا سر الارتداد العقسي بدل ما نرى أنا شوف أنا لو دخل الآن محور الهيئة عشان نكمل الحلقة نكملها فعلنا خلنا في محور الهيئة ممكن هالكلام بعد لأننا بنتكلم بلنطلق أكثر أعتقد أننا الآن الهيئة منوط بها بتشكيلها الجديد برجل رياضي خلنا نوفرها الكلمة هذه للمحور نفسه أول شيء نأخذ هذه المحطة الأخبارية نجوب بها مختلف ملاعب الرياضة الإماراتية اختتم صباح أمس السباق الترويجي لدورة الألعاب الأسيوية الثامنة عشر والذي استضافته دبي بممشى الخوانيج بمشاركة 250 طفلا ونظمته اللجنة الأولمبية الوطنية تحت رعاية المجلس الأولمبي الأسيوي أنهى منتخبنا الوطني للناشئين استعداداته النهائية لمباراته الأولى أمام منتخب جمهورية تشيك غدا ضمن منافسات البطولة الدولية الودية الرباعية التي ينظمها اتحاد كرة القدم خلال الفترة من السادس وحتى العاشر من فبراير الجاري بمشاركة منتخبات بلجيكا واليابان والتشيكا أعلن مجلس الدبي الرياضي بالتنسيق مع الجهات المختصة عن خطة تنظيم حركة السير والمرور أثناء مرور الدراجين المشاركين في النسخة الخامسة من طواف دبي الدولي للدراجات الهوائية الذي ينطلق غدا بمرحلة النخيل والتي تمتد لمسافة 167 كيلو مترا اختتمت مطلع هذا الأسبوع منافسات بطولة كأس صاحب السمو حاكم الشارقة الدولية لقفز الحواجز والتي استضافها نادي الشارقة للفروسية والسباق على مدار أربعة أيام وبمشاركة نخبة من فرسان قفز الحواجز حيث بلغ مجموع جوائز البطولة نحو مليونين ونصف المليون درهم طبعا الفضل في الأول والأخير إلى الله سبحانه وتعالى وإلى الدعم الرئيسي لهذه الرياضة في نادي الشارقة الفروسية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم إمارة الشارقة لو لا يعني دعم الصراحة السخية علينا وتوفير الخيول المناسبة وأيضا بناء هذا النادي هذا صرح صراحة كل فارس عربي يفتخر في هذا النادي هذه الأمور كلها ساعدتنا هنا أن نتأقلم ونطور مستوانا والنافس الفرسان العالميين يمكن شفنا اليوم الفارس الأول والثاني من أفضل عشر فرسان على العالم تصنيفهم والحمد لله أقدر أنافسهم للأسف الركاب طاح من ريلي ولكن تقدر حتى أحقق مركز أول ولكن هذه المنافسة وهذه الأجواء تعطينا خبرة إن شاء الله في البطولات القادمة بدات كاس العالم من الفترة القادمة عندنا بطولة مهمة كاس العالم في أمريكا وأيضا عندنا بطولة الأسياد في أندونيسيا هاي البطولتين بإذن الله إن شاء الله بنحاول أن نركز عليها وإن شاء الله نحقق ميداليات باسم دولة الإمارات بإذن الله صراحة شرف لنا أن نكون أحد المنافسين في مثل هذه المباراة الصراحة ما بشيء جديد أنا ما شوفه شيء جديد لأن دائما الشارقة صراحة والشارقة معودتنا على مثل هالمباريات ومثل هالترتيب صراحة يعطيهم العافية بغض النظر عن النتائج اللي سويناها الحمد لله سويا نتائج كويسة واليوم أعلنت أهلنا كاس العالم الحمد لله هذا شيء جدا جميل لكن أننا نجي ونلقى مثل هالمباريات اللي تشرفنا إحنا يا سعوديين قبل الإماراتي لأننا نحن واحد لكن تشرفنا صراحة يكون عندنا إمباريات مثل هذه ومثل هذه الفاسيليتي الصراحة الموجودة والحماس والروح الطيبة من الناس الموجودين هنا لا من الإدارة ولا من العاملين مثل هذه الإمباراة صراحة شيء جدا مشرف ويعطيهم العافية ويعطيكم العافية أنتم الصراحة على هذه التغطية ما شاء الله على مدار الثلاثة كلها موجودين أسعدتونا وشرفتونا والله أعلنت الهيئة العامة للرياضة اليوم عن تشكيل مجلس إدارتها الجديد برأسة اللواة محمد خلفان ربيثي وضم المجلس عضوية كل من سعيد محمد حارب أمين عام مجلس طبي الرياضي وعارف حمد العواني أمين عام مجلس أبو ظبي الرياضي وعبد العزيز النومان أمين عام مجلس الشارقة الرياضي وسعادة رائد عبيد محمد الزعابي نائب مدير مراكز الدفاع المدني بإمارة عجمان وعدنان علي الزعابي مدير إدارة مكافحة المقدرات بشرطة رأس الخيمة وسعيد عبد الغفار حسين نائب رئيس الاتحاد كرة القدم سابقا وسعادة ميد راشد حميد الشامسي أمين عام المجلس التنفيذي لإمارة أم القوين وشريف العواضي مدير عام هيئة المنطقة الحرة بالفجيرة بالإضافة إلى كل من أحمد محمد أحمد العتابة والدكتورة ميز أحمد سلطان الجابر موسيقى موسيقى أكي أبو حمدان الآن تشكل مجلس إدارة الهيئة خطوة لوضع قواعد العمل خلال المرحلة المقبلة شوف بغض النظر عن رئيس الهيئة شخصية رئيس الهيئة تكلمنا عنها كثير معالي محمد خلفان نرميثي معالي اللواء محمد خلفان نرميثي شخصية تحدثنا عنها كثير الكثير تحدثوا عن إيجابيات هذا الخيار كونه رياضي من الطراز الأول إداري من الطراز الأول عرف همم وشجون وشؤون الرياضة بشكلها العام سواء كرة القدم كرئيس الاتحاد الإمارات أو كمطلع على القضايا الرياضية بين مرسوم اختيارة إلى تشكيل مجلس الإدارة كانت فيه فرصة زمانية للاطلاع على ملفات سواء الملفات المتواجدة في الهيئة متراكمة فيها من سنوات الأمور المستجدة في هذه الأيام أعتقد أنه هو شخصية الرئيس لا نتكلم عنها كثير لأن الجميع يعرفها والجميع يدرك مجمع الجميع مجمع على كفاءة لا يختلفون اثنين على كفاءة لكن هذا المنصب أيضا محتاج أسس أيضا لنجاحها أولا السلطة الممنوحة له كرئيس للهيئة ثاني شيء صلاحيات 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 طبعا ثاني شيء الدعم المالي الممنوح من الدولة للهيئة لأن دائما نسمعنا كلنا سمعنا ودائما نسمع وبنسمع عن أن كل الاتحادات تقريبا تشتكي من ضايقة اليد وهي الأمور المادية شو أسباب ما حققته بإستثناء طبعا بإتحاد الكرة قدر طبعا بإتحاد الكرة شيء ثاني لكننا نتكلم عن الاتحادات اللي قبل شوي كنا نتكلم صحيح عن خططهم للمستقبل أقول لك أنا ما عندي ما عندي المادة اللي تسمح لي أني أشارك وحقق وأجيب الإنجازات اللي أنت كشارع رياضي وكأعلام البطل يحتاج إلى صرف تبغيها مني ما أقدر أحقق في إطار الممنوح حاليا من الدولة هذا الشيء الثاني مثل ما قلنا السلطة أي صلاحيات للهيئة والرئيس ودعم مادي إذا قدرنا أن نوفر هاتين الغالي هذين العسرين عاملين مهمين أهم شيء الآن مثل ما قلنا الرئيس موجود وتكلمني عنه وعرفنا وعرفنا قدراته الإدارية هل هاتين الغايتين أو هاتين الشيء اللي نتكلمت عنه موجودين السلطة والصلاحية والدعم المادي في تصريحات معالي لدول محمد خلفان رميثي تحدث أكثر من مرة قال أن أو تحديداً الكلام المهم يمكن أن أبو خلفا أيضاً يشاركني في هذه النقطة قال في آخر تصريح وآخر خروج له على وسائل الإعلام تحدث عن في اللجنة اللومبية الاجتماع الأخير في الاجتماع اللجنة اللومبية الجديد أو المجلس الجديد تحدث عن كرة القدم بالحرف كرة القدم خذت الأخضر واليابس صحيح صحيح ما حير يختلف معه صحيح الآن في مقابل مخرجات لا شيء هل هذا الكلام دليل على أن الرجل يمتلك الصلاحية لأخذ ما يمنح لكرة القدم أو ما بنقول أخذ أو القدرة على التحقيق ما لم يحقق في السابق من تقليص نفقات على كرة القدم من العقود وإلى آخرة وتحويلها إلى الأنشطة الرياضية الأخرى التي أنت تكلمت وابو خليف تكلم عنه أن اللعبة الفردية تقدر تحقق خمس ميداليات أولمبية صحيح لا يعجز فريق كرة القدم أو غيره من الععاب الجماعية نيبها رغم الصرف عجز السنوات أن نتأهل هذه تلميحة من معالي محمد خلفان الربيع أن القادم فيما يتعلق بالشق المادي أو المالي في مخيلته صحيح في مخيلته الآن بعد تشكيل المجلس الدارة وأنت ذكرت الأسماء كيفية تطبيق ذلك على أرض الواقع صحيح نتحدث عن الجزئية الثالثة أنا قلت الجزئيتين الجزئية الثالثة الأمانة العامة القوية تكلمنا أول شيء عن الصلاحيات صلاحيات تكلمنا عن المال الآن الأمانة العامة القوية التي تساعد الشخص لنعرف أنه أيضا يشكر أنه قبل هذه المهمة وهذا تكليف طبعا لكن أيضا عنده مهام ومسؤوليات كبيرة يجب هنا دور الأمانة العامة الأمانة العامة القوية التي لا أحترامي لأسماء الموجودة هل تستمر أو لا الأمانة العامة لها دور كبير أكثر من 70% في تحقيق الغايات المرجوة مستقبلاً جميل طيب الآن قبل شوي أبو خليفك نتكلم عن موضوع تقييم العمل في كل مجالات الحياة هناك مهام هناك أعمال هناك أشغال تتم لاحقا تبحث عن نتائج تجد أن هناك إخفاق في هذا المكان هناك بطء في هذا المكان هناك سوء إدارة في هذا المكان هناك عجز هناك خلل هناك تستكشف هذه الحالة كلها ثم تضع لها المعالجات لكل موقع لكل مكان لكل جزء لكل مفصل في العمل هذا في إشكالين عالج الحل الآن نحن محتاجين راجع من تاريخ النشأ نشأة الحركة الرياضية عندنا شو أهم المشاكل التي كنا نواجهها وين هي النجاحات كم عدد النجاحات هل تتناسب معها كم هذا الاهتمام بالقطاع الرياضي ولا لا إذن مرحلة تقييم للسابق ثم نضع وصفة للنجاح ولا بأس أن نذهب إلى كل الدنيا نبحث عن الناس هؤلاء كيف نجحه ولا بأس أن نستعين بالخبرات التي كان لها دور ملموس في تحقيق النجاحات في دول العالم حول العالم إذن نحن نتاجين لها الشغلة هل هذه الشغلة فقط داخل كواليس الهيئة تدرس وتوصف الحالة وتوضع المعالجات والحلول وإلى آخره أم أن هذا الأمر يجب أن يكون مكاشفة وأن يعلن وأن يكون هناك خطاب مجتمعي مفتوح مع الإعلام مع الشرائح المجتمع مع القطاعات الخاصة ما هي الوصفة العلاجية المناسبة للمستقبل شوف شوف بو مروان الكل متفق أن هناك تقصير في العمل الرياضي وأن المجال الرياضي ما زال متخلف عن باقي المجالات وهذا الكلام نعاد وتكرر فيه كثير من مناسبات ومن أكثر من مسؤول وعلى المستويات من قمة القيادة السياسية وعنى ونتنازل بالتالي اليوم لا نتوقع أن بين يوم وليلة هناك نقلة هناك عصار سحرية تصير فيها تغيير في اللذة لا ننسى أن الاتحادات الموجودة يتبع عملية انتخابية وحتى تغييرها وتغيير أسماء عملية صعبة جدا قانونية إجرائية يعني فيها الكثير وفيها كثير من المحاضير من الجهات الترعى يعني خلنا نقول الحركة الرياضية في العالم سواء من اللجنة الامبيئة الدولية من اتحادات قارية من اتحادات عالمية كل هذا هذا شيء موجود لكن هناك عندنا نحن من ثم قلب وحمدان يعني نتكلم عن الكلمة التي قالها سعادة لواء محمد خلفان الرميذي التي هي أن الكرة تقدم تأخذ الأخضر واليابس أذكر نحن في حلقة سابقة في البرنامج أن هناك اتصال مع سعادة براين عبد الملك ولما تكلم عن الميزانية المالية المخصصة من الدولة لأنشطة الهيئة واتكلم أن الهيئة يعني تخصص الميزانية 60 مليون إلى تحت كرة القدم يعني أعتقد أن أنا أضمت صوتي صوت بحامدان نعبة واحدة لا أضم أن هل هذا يعني الطرح التي طرحها سعادة رئيس الهيئة العام الرياضة أن هل هناك يصير تغيير في المخصصات أو أن هل المخصصات ستم تحويلها في المستقبل إلى التحادات أخرى لتنفيذ برامجها كثير من التحادات اليوم تعاني من قلة الدعم المادي وهذا شيء واضح النقطة الثانية وجود الأمناء العامين للمجالس الرياضية في تشكيل الهيئة ومن قبل في تشكيل مجلس إدارة اللجنة الأنبياء هذا دليل على تفعيل دور المجالس لأن نحن بعد كذلك تكلمنا تفعيل لأن المجالس الشغال لا تحتاج تفعيل ولا هي الشراكة لا تفعيل في عملية التخطيط أن يكون التخطيط مركزي تخطيط واحد ينجاز مهم ربط عملهم مع الهيئة نعم مع الهيئة ومع اللجنة اللومبية نحن تكلمنا في مرحلة سابقة وقلنا القرار الرياضي لدينا مالة مرجعية هناك هيئة وتراقب والمفروض أنها تقيم وكل بدون روابط مشتركة بدون ما يوجد فيها الرابط أنها تدخل في خطات فاليوم تشكيل الموجود في اللجنة الأولمبية ومن بعد تشكيل الموجود في الهيئة العامة للرياضة أعتقد أن هناك يكون ربط ما بين هاتين الجهتين يعني إذا في أهداف في الهيئة إذا في أهداف في اللجنة الأولمبية تكلف فيها المراء التي تصبح مدموجة تصبح تصبح أهداف واحدة باستراتيجية واحدة باستراتيجية واحدة الكل يأخذ منها ما يخص من مسألة وهذا جيد وتوحيد الجهود وتوحيد الجهود وفي الثاني اليوم نتمنى إن شاء الله أن نشهد خلال التشكيل الحالي من الاتحادات والتشكيل المستخدم دعونا دعونا ندخل أبو خليفة بشكل صريح وواضح لأن في قطاع كبير وصل لمرحلة اليأس وصل لقطاع كبير وصل لمرحلة لأن ننجح لأن كلام هذا اللي قلت لك في البداية أننا ننظر ولا نخطط نحاجين لكلام وهذا الكلام في التزامات وهذا الكلام في عمل مرورة نشوف لابد لن نخطط لازم نحط أهداف واقعية لن نتكلم اليوم عن ميدالي نتدرج نعم نتدرج نطقد اليوم لو نتكلم عن ميدالية على المستوى الأسيوي أو على المستوى الإلمبي ممتاز ونحن لا نعنا ميدالية في نفس اللعبة عالمسوى الخليجي أو مستوى العربي ما نعنا ميدالية كيف عیغل scored العقول أنا موضوع ثاني أنا بطل أولمبي حتى أعيد بطل أولمبي هناك عدد معدل ساعات test هناك مقاييس جسدية وجسمانية وهناك أجهزة تختبر اللاعب تختبر القدرات البدنية والصحية وكثير من الأشياء ربما لو ذهبنا إلى الناس الرائعين العظماء في العالم الآخر لتفاجأنا أننا لا نمتلك أبسط الأساسيات في هذا العمل لذلك إعداد البطل يحتاج إلى معدلات عالية جدا من العمل هذه واحدة التي أنت ممكن تفكر فيها كمؤسسة غير هو داخل إنسان بطل عملاق وهذا لا تصنع المؤسسة صحيح لا تصنع المؤسسة أنا محتاج أيضا أن أؤثر على الداخل هذا أن أفجر هذه الطاقة وأن يكون هذا الشخص مؤمن أنه سيكون بطل وأنه سيغلب فلان من الناس من الأبطال العالمية شوف ترى هي تضحيات من كل الأطراف يعني حتى لما تجد هذه الخامة التي تتكلم عنها التي أنت تكتشفها وتتوقع أنها تكون بطل مستقبلي أولمبي أو آسيا أو قاري أو عالمي هذا أيضا محتاج أن هذا البطل يدرك تماما أن عليه تضحيات يقدمها صحيح أنه أصبح مختلف عن الباقيين لساعات نوم لتغذية لتدريبات بعض المثال وتربط بكلامك أبو حمدان أندريا قاسي عندما سأل كيف أصبحت بطلا في التنس طبعا أنت تنس هذا عالم كبير من المنافسة وعالم يعني ناس شغوفة بهذه اللعبة على مستوى العالم ولهجمهراء الكبير قال كنت أحلم وأنا صغيرا أن أصبح بطلا أندريا قاسي لا تعرف أنت كيف نشأته هل هو فعالة ثرية هل هو عالة بسيطة لكن هو يحلم أن يكون بطل وهو سنازل في مراحل نعومة الآفرة صحيح نحن نقول لك مثلا هذا الشيء أنه لازم البطل أو من أنت تحط عليها الأمل بأن يكون بطل أنه أيضا يدرك تماما أنه مختلف عن بقية الشباب في سنة أنه يكون ملتزم في ساعات تدريب في نوم مختلفة تماما عن أيامها العادية تغذية مختلفة أمور ثانية أنا أذكر ويمكن بخليفة أيضا كإداري يعني عارف عمل في وسط ريالي أننا لعبين الكرة لما يودونهم شهر أو 25 يوم معسكر قالوا وائد وصرنا بعيد عن أهالينا وتغيرت نفسياتنا وهي 25 يوم مجرد يومي تدريبين في اليوم وهي شيخ لمشكال السياحة بالفعل يعني أنت تعرف أننا نتكلم عن عن الـ V.I.B لعيبي كرة القدم طبعا لكل شيء متاح لهم وموفر لهم ويقولوا والله غربة 25 يوم بعيد عن أهلنا بس يمستافر مع رابع ما يقول غربة بعيد عن أهلنا فهذا أنت يعطيك مثال فما بالك البطل الأولمبي الذي يحتاج تدريب حوالي 9 ساعات في اليوم يجب أن ينام الساعات 9 ساعة في المساء يجب أن يتغذى ثلاث مرات في اليوم يجب أن يكون لديه جدو حياة حرمان حياة حرمان بالفعل؟ بالفعل لا يعيش حياة طبيعية لا لا بحرمان لا يعيش حياة طبيعية لكن نوعيات أخرى هو يشعر بالمتعة؟ طبعا يشعر بالمتعة رغم أن يحرم نفسه من كل الحياة طبيعية هل تعتقد أن هذين يحققوا إنجازات لا يشعروا بالمتعة؟ في كل مراحل حياة تم وهو يتواجد لا 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 تتكلم عن التتويج لكن عشاس يوصل للتتويج ما هو استمتع بالحياة كلها لأنه عاش حياة طبيعية بس بلايف ستايل مختلف ثاني ساعات نوم غير أكل مختلف تدريب بشكل ثاني قيم وموادع مختلفة طبعا مثل يقول بحمدان لازم يحسب نفسه أنه بطل لازم يحسب نفسه أنه مختلف عن غيره صح أنه بكرة يحقق إنجاز غير قادر على التحقيقه وأنه باتر التاريخ يخلد اسمه ويمكن يدخل سجل العظماء الشيخ أحمد بن سعيد كم فترات التدريب التي كان لحقق الميدالية أحمد بن حشر أحمد بن حشر عفوا ساعات طويلة من العمل رغم أنه شخصية ميسورة وأنا أشلي في التعب هذا أشعياتي أبو مروان أرتاح لكن هي هو المجد هذه الحصص التدريبية أثرت على صحته أثرت عليه صحيا وقال لكن في النهاية حقق للإمارات مجد حتى الآن لم يحقق مثله يا سلام وضحها كثيرا نعم أكيد ضحها بساعات عمل بعيد عن أهله عن عائلته عن مثل ما قلت شيخ ولد شيخ مرتاح بمكان أن يرتاح ليش يصحى الساعة خمس الفجر ويروح الميدان وتحت الشمس ولكن هي؟ تحت الشمس هي الروح ومستمتع ومستمتع في النهاية شو اللي يزيل عنك التعب كله؟ لما شوف أن التعب هذا أصبح لمردود أصبح لمردود إذا أنت كشخص عادي موظف فما بالك إذا مردودك بكل الدولة أضح إلى ذلك أنه ترك الآخرين الآن من أراد أن يلحق بالمجد فهذه ميدالية من أراد أن يلحق بالشيخ أحمد بن عشر فليتعب وليعمل بكد وعمل متواصل ويربط الساعات ويربط الليل بالنهار حتى يصل إلى هذا المجد هو ترك للآخرين إرث يتعبون من عجلة إذا أرادوا أن يصلوا إلى المجد لأسف الوقت يعني يدركنا للحاق بباقي الفقرات توقف عند هذه الجزئية إن شاء الله ولأيام القادمة عندنا مساحات كبيرة إن شاء الله أوقات طويلة اللي نقاشها بشكل أوسع إلى فقرة التواصل الاجتماعي أبرز التغريدات والمشاركات المتداولة في هذا الوسط شكراً الزميد علي الضبياني وأهلاً بكم مشاهدين في فقرة التواصل الاجتماعي لهذا اليوم والتي نبدأها من حساب مجلس الشارق الرياضي حيث نشر تصريح معالي للواء محمد خلفان الرميثي الذي قال أن رعاية الشيخة جواهر عززت مسيرة رياضة المرأة محلياً وعربياً ومن حساب مجلس أبو ظبي رياضي تمهيداً لجولته الأمريكية السفيرة الأمريكية تقيم حفل استقبال لمنتخب سيدات الإمارات لهوكي الجليد في مقر إقامتها بالعاصمة أبو ظبي إلى الانستجرام ومن حساب اتحاد كرة القدم عقدت لجنة نشر قانون أمن المنشآت والفعاليات الرياضية ورشة عمل موسع لأندية أبو ظبي بمقر اتحاد الكرة في العاصمة أبو ظبي وذلك في إطار التنسيق والتعاون بين وزارة الداخلية والتحاد كرة القدم في كافة المجالات الرياضية والقانونية وعملاً على التزام الاتحاد بالمساهمة في نشر قانون أمن المنشآت والفعاليات الرياضية والتوعية لدى كافة أندية الجمعية العمومية ومن حساب قناة الشارقة الرياضية لجنة الحكام باتحاد الكرة تكرم سعادة اللواء سيف الزرية الشمسي قاعد عام شرطة الشارقة لتشجيعه ودعمه دائم للجنة من خلال تسخيره لكافة الإمكانيات والمرافق الرياضية في نادي الضباط لخدمة الحكام ختاماً بقي أن أذكركم بمشاركتنا أخبارنا وصوركم بإرسالها عبر المواقع الخاصة بنا كما هي ظاهرة أمامكم كانت هذه أبرز التغريدات والمشاركات لهذا اليوم نعود بكم الآن إلى الزميل علي الضبياني وما تبقى من فقرات في حلقة اليوم من ملاعبنا شكراً لك طلال عبدالله في فقرة التواصل وصلنا إحنا إلى الختام غداً إن شاء الله موعد جديد بإذن الله وأيضاً قضايا وشؤون في رياضة الإمارات مختلفة إن شاء الله نتحدث عنها بإذن الله غداً قبل الختام كالعادة أشكر ضيوف الأعزاء ليس ضيوف طبعاً أعضاء فريق البرنامج بشكل دائم أبو حمدان شكراً أنت خريفة شكراً أعطيكم ألف عافية حبي الكرام الشكر دائم لكم على المتابعة وهذه أطيب التحايا مني ومن زميلي علي عمر معد البرنامج ومن خالد الحمادي مخرج البرنامج ومن جميع زملائي فريق عمل البرنامج إلى الغد إن شاء الله لكم أطيب الأمنيات اشتركوا في القناة